موسيقى موسيقى رجعناكم من يديد وبعدنا مستمرين معاكم بما أن بعدنا في موسم الحج طبعا يتعرض حجاج بيت الله الحرام في كل عام إلى العديد من الأمراض والفيروسات بسبب الاستحام والسفر وضيق المكان للحديث حول أهم النصائح التي يمكن أن توجه للحجاج يسعدنا أن نستقبل دكتورة رشد فاضل الشمة طبعا المدير الوطني للتعليم الطبي يا هلا ومرحبا ساعة رشد صحيح رشد اليوم الحمسات رايحة اليوم الحمسات رايحة الحمسات رايحة طاق الأحراف بعدني مرحبا 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 دكتورة مناورا معانا شكرا وجودتك معانا في مسائل مراه بداية الأمر نحن في موسم الحج والله يعينهم شو نقدر نتكلم من بعد ونشوف التقرير نتكلم 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 وفيما يلي بعض النصائح الصحية التي ينبغي على كل حاج أن يعرفها وأن يعمل بها للوقاية من الأمراض تجنب التعرض لأشعة الشمس وخصوصا في فترة الظهيرة وذلك لتفادي الإصابة بضربات الشمس ويفضل أن تستعمل مظلة إذا اضطررت لأداء بعض الأعمال في النهار ويفضل اللون الأبيض للمظلة الإكثار من شرب السوائل لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل في حال التعرض لضربة شمس لا سمح الله قم بوضع الثلج على رأس وجسم المصاب أثناء نقله إلى أقرب مركز صحي بأقصى سرعة لما يساعد هذا العلاج من فائدة وسرعة في الشفاء إضافة ملح الطعام إلى بعض ما تتناوله من أطعمة لتعويض الجسم لما يفقده من أملاح التأكد من نظافة الماء الذي تشربه ويفضل الشرب من القوارير الصحية المتوفرة الحرص على نظافة اليدين قبل الأكل وبعده ونظافة الجسم بشكل عام الاهتمام بنظافة ما تأكله من فواكه أو خضروات بغسلها جيدا بالماء التخلص من بقايا الطعام بوضعها في الأكياس المخصصة ثم رميها في سلة المهملات كي تمنع تكاثر الذباب والحشرات الضارة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة حتى لا ينتقل إليك أي من الأمراض المعدية الامتناع عن التدخين وذلك حرصا على صحتك وعلى سلامة الآخرين وما قد يسببه التدخين من حرائق وخسائر وأخيرا توفر حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بالقطاعات الصحية الكثير من المراكز الصحية والمستشفيات المجهزة في مكة المكرمة وفي المشاعر المقدسة وذلك للعناية بالحجاج ومعالجة المصابين فلا تتردد بمراجعة أقرب مركز صحي عند الضرورة طبعا دكتورة شكنا التقرير مع بعض وكان السؤال بمأنه ما شاء الله في الموسم هذا يكون في ضيق في ازدحام في وائد أشياء شو ممكن نحن نصحهم في الحالة هذه دكتورة بسم الله الرحمن الرحيم أولا عيد سعيد ومبارك إن شاء الله والله يعيد وإن شاء الله على الأم الإسلامية أجمع بالخير والسلام وشكرا لإصلافتي عدتكم في هذه الحلقة شكرا طبعا اللي جاب على السؤال طبعا أكو مشاكل هواية تواجأ هذه الحجاج وهذه من الأشياء اللي واحد يفكر بها قبل ما حتى يروح للحج ووحدة من المشاكل الكبيرة اللي هي الازدحام فوحدة طبعا هذا الموضوع مهم جدا وصار سنيا السعودية تشتغل على الموضوع اللي تسهل الموضوع هذا على الحجاج فطبعا الهيئة المسؤولة عن الموضوع بنت اللي هي الطوابق فوق مستوى أرض الحرم لكي تسهل طواف ويكون أقل الازدحام وأقل ضيق المكان هذه المشكلة الموجودة في الحج طبعا فأنا أنصح الكبار بالعمر والأطفال واللي عندهم مثلا مشاكل مثل الضغط لأنه ممكن يرتفع الضغط في المناطق المزدحمة طبعا نصحهم واللي عندهم آزمة أنصحهم أن يطوفون في هذه الطوابق اللي أعلى من المساوى الحرم مع أن المسافة شوية أطول وأيضا موضوع ضيق المكان بس ستكون أسهل ممكن تكون طويلة بس أريح لك أنت عارف ما رح يكون في ضغط ما رح يكون عليك ضيق تنفس يعني توافي نفسك أن يكون مثلا الأمراض اللي ممكن تأتيك من الناس اللي حولك لا أنت ضامن فيه سلامة بالضبط 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 كيف واحد يحل هذا الموضوع أنه أول شيء يعرف هذه المناسك والشعائر يعرفها بطريقة يعرف حتى أنه هذه المكان الناس المودين الحملات يكون منظموا إياهم وين رح يقعد بالمبيت وين رح يروح وين هذا فيكون مرتب أنه عنده مكان أصلا هذا أول شيء لأنه يكون حملات شوية بها مشاكل في هذا الموضوع بعد ما يعرف هذا الموضوع يحاول أنه يتجنب الوقت اللي كلهم يروحون بنفس الوقت يروح بأوقات الناس النايمين مثلاً أواخر الليل بأوقات الناس تكون مرتاحة وما يطلعوا بعد أو بعد ما يطلعون فيحاول أنه يتجنب هذه الأشياء تنظيم الجدول كيف تطلع متى ترد أي الأوقات التي تختارها تعرف مثلاً حالتك الصحية شو تسمح بأي أوقات تطلع فيها بالضبط وطبعاً عن الحر والتعب أنا سأجمعها بحالة اللي هي الإعياء الحراري وضربة الشمس هذه مشكلة بالحج ليش؟ لأن الحجاج لا يعرفون هواية عن هذا الموضوع الواحد عندما يكون قاعد تحت أشعة الشمس المباشرة وبالدرجات الحرارية العالية يكون طبعاً غير أنه لا يعرف هذه الأعراض ويكون لا يستخدم الوقاية من الشمس مثلاً مضلات يقع تحت الخيمة أو إلى آخره ممكن يتعرض إلى هذه الأعراض التي هي الإعياء الحراري أولاً وهي يحس بالدوار والغثيان والصداع والتعب وممكن حتى يحس أن يريد أن يغم عليه فهذه المرحلة ممكن يعالجها يحاول أن يقعد تحت الظل يشرب ماء حتى يستبدل السوائل والأملاح التي خسارها طبعاً ضرب الشمس يمكن أن تكون قاتلة نعم لا يستهين فيها بالضبط وخاصة إذا كان عندها أمراض ثانية وخاصة إذا كان الكبار في العمر أو الصغار صغار جداً في هذه المرحلة يصير عندها فوق ماء الصداع والغثيان والأشياء ممكن يغم عليه وفي هذه المرحلة خطرة جداً ويجب أن يكون لهم هذه الحالة ويجب أن يكون لهم ويجب أن يكون لهم هذه الحالة ويجب أن يكون لهم يجب أن يتعاملون مع هذا الضبط يجبون هذا الشخص تحت الظل يضع كمامات يضع أشياء يجبون الدكتور إلى آخر يعني تواصل أيضاً نحن نتكلم عن أهم طرق الوقاية لكن لا نتكلم عن بسرع الذهاب للحج لأننا أصبحنا في الآيام مباركة والحج يطلق الأبواب على هاليوم إن شاء الله طرق الوقاية أثناء الحج من الفيروسات من الأمراض الموجودة طبعاً العديد من كافة أنحاء العالم يجون الناس فأهم الطرق في الوقت الحالي أثناء الحج طبعاً من أهم الأشياء أنه واحد قبل أن يذهب للحج هناك تطايمات معينة يأخذها تقيم من أمراض معينة ولكن الشيء الذي يحدث الزكام والرشح هذا لا يوجد تطايم الآن المشكلة أنه طبعاً زحام مثل ما قلنا وضيق المكان وناس أعداد هائلة في مكان واحد الواحد عندما يذهب هناك يجب أول شيء يعرف أن الأعراض الزكام العادية العطس وهذا إلى آخره إذا شاهد شيء ثاني قدامه يعطس عنده هذه الأعراض يبتعد عنه هذا أول شيء يبتعد عن واحد عنده هذا طبعاً بالسبب الرئيسي للزكام والرشح هو الفيروسات ليست البكتيريا صحيح بحال أن واحد أصيب بمرض فيروسي لا يأخذ مضاد حيوي هو أصلاً ليس مصرح لا أصلاً يأخذ المضاد الحيوي إلا دكتور يعطي لأنه لا يحل المضاد الحيوي لا يقتل من الفيروس بالضبط للبكتيريا فقط فإذا طبعاً حس أنه صار عنده حرارة إذا نزل الالتهاب إلى القصبات الهوائية إذا صار في كحة فيها بلغم وفيها ألوان معينة أو إلى آخره يذهب إلى الدكتور والدكتور يعطي بعد المضاد الحيوي إلى آخره لكن الفيروس يعني بعمومة بس أنه يرتاح وجسمه هو يعالج الالتهاب نعم فيبتعد من هذا الموضوع ولا ينسى أنه غير أنه يضع مثلاً كمامات يبتعد ويحاول مو على التبريد المباشر على الجسمه إذا أصيب بالزكام هذا يعني أنه رايح على مشاعر الإيمانية والدين وحاول أنه لا يعطي هذا المرض لماذا؟ حتى لو هذا المرض خفيف وأعراضها خفيفة لا تسوي له مثلاً هو مشاكل كبيرة ولكن هناك للناس الآخرين في مناعتهم ممكن نازلهم ممكن الصغار بالعمر ممكن أن يكون قاتلة لهم فينتبه يعني إذا هو رايح يضع مسؤولية هذا المرض عليه ليس أن أذهب أن أغطي المناديل كيف مكان يتعد عن الناس إلى آخر يا دكتور من بدايته يجب أن يأخذ الأبر أو التطعيم من قبل الله لأن فعلاً هناك من أنحاء العالم يجب أن يحجون الناس ويجب أن يتقبل طاعتهم يمكن أن كل واحد لها أمراض معينة وموجودة في بلادهم وليس موجودة في البلاد بالضبط بالضبط هناك كارد لونها أصفر بالإمارات طبعاً قبل أن يذهب الحجم لا يمكن أن يذهب وقت معين قبل الحجم نعم مثل الدكتورة هناك أمر مهم الآن بعد عودة الحجيج إلى ديارهم هناك مشكلة ممكن تكون كبيرة نحن ما نلتفت لها ولكن هي نقل الأمراض التي هم خذوها في الحج والتي تطاعموا يعني هم طاعموا قبل أن يذهب الحج من بعض الأمراض لكن أثناء عبكة ممكن يكون حاملين المرض لكن طاعمه هو جسم جاهز لأنه يحارب هذا المرض أثناء العودة هل هناك خطورة على الأشخاص العائلة عند السلام عليهم أن تواجدهم معهم من أمراض محمولة؟ طبعا هذا الموضوع لأنه هناك شيء يسمى بالإنجليزية إنكوبايشن بيريود نعم هذا يعني أكو قبل ما يطلع الأعراض الممكن تنقل يعني أكو أمراض معينة تنقل قبل ما تطلع الأعراض نعم فترة حمل الفيروس الفيروس أو البكتيريا أو الآخر فالواحد غير أنه نشوف بالنهاية نحن كلنا ممكن نكون حاملين منبين نعم في حتى المناعة ممكن تمنع أن الأعراض تبين أو تكون حامل إلى سنين وسنين هناك أمراض معينة هناك أمراض معينة لا يمكن أن يعرف أنا عندي أو لا لابد أن يتبه أن يذهب إلى الدكتور إذا كان لديه المسؤولية وعند هذا التفكير الناضج يذهب إلى الدكتور ويشيك أنه أنا عندي أو لا أشياء مهمة يعني أحد معروف أنه بذلك هذا المرض وهذا المرض الدكتور يمكن يسوي له تشك عام تشخيص كامل طبعا تشخيص جنرال لا يدفع لهواية أو يسويه ممكن لا يمكن أن تجعل الناس سلامتك ودغيرك سلامتك ودغيرك أو تأهلك من كانت في الروحة أو الردة دكتور أعطينا نصيحة من أهل من الألف إلى الياء من الذين يذهب إلى الحج ومن الذين يريدون كيف يمكن أن نصحهم؟ طبعا يقول في البداية النظافة الشخصية والعامة نعم وتأكل شيء من منه هذا ممكن ينقل تنظف أيديك قبل أن تأكل اللحم يكون مطبوخ من الأماكن أمام الماء يكون مصادر رئيسية في إن كان غسيل الإيد ممكن يكون في فارس بكتيريا تحت بالجئن بالضبط وهذا ممكن غير أن يسوي للأعراض التي هي التهب المعدة والأمعاء والإسهال ولكن ممكن أن ينقلها مثل ما قلت الأشخاص ممكن يأثر على حياتهم وغيرها طبعا أنه واحد يتعد عن الحر إذا أمكن يحط بين فترة وفترة ممكن يحط ما يبارد على أطرافه على وجهه لما يمنع هذا ضربة الشمس والآخره وإذا عنده مشاكل بالكلاء أو معرض إلى الحصى ينتبه لأن التعرق يقلل السوائل فتحس الحصى ممكن تصير أكثر أكثر بالحج فواحد ينتبه ممكن لأنه أثرهم منها على صحة العامة نعم وهذا وطبعا بالنهاية الله يتقبل إن شاء الله آمين يا رب إن شاء الله دكتورة رشاد فاضل شكرا على تواجدك اليوم وشكرا على هذه النصائح ونتمنى إن شاء الله لحجاجنا شكرا لنتقبل معهم وردون بالسلام إن شاء الله آمين إن شاء الله ونحن نروح إن شاء الله إن شاء الله يضعمها لكل محروم إن شاء الله اللي ما راح يروح بذن الرحمن أنا بدوني بعد أشكرتش دكتورة وإن شاء الله كل الناس تأخذ بنصايح جزاة شاء الله خير أنت تؤجرين غير أن أنت يحتاج النصيحة تؤجرين بأخذ النصيحة ترجمة نانسي قنقر